أطفال عاجزون عن تجميع قواهم حتى للتنفس صورة نقلها مسؤولون منظمات الثلاث الدولية في بيانهم عن أطفال اليمن عقب زيارتهم الميدانية لأحد المستشفيات فيها سوء التغذية الحاد سبب لهذه الحالة الإنسانية المتدهورة فنحو مليوني طفل يمني يعانون منه في حين يجعل أكثر من 60% من السكان مصدر وجبتهم القادمة حسب البيان في تحذير من مجاعة وشيكة في البلاد البيان المشترك لمنظمات اليونسيف والصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي لم يخل من المفردات الواصفة لتدهور الحالة الإنسانية في اليمن والمقترنة بتقارير المنظمات عنها منذ أكثر من عامين حيث أكد البيان أن تفشي وباء الكوليرا في البلاد يعتبر الأسوأ على الإطلاق في أكبر أزمة إنسانية يشهدها العالم بحسب المنظمات خلال الثلاثة الأشهر الأخيرة فقط سجلت ما يقارب ألفا وتسعمائة حالة وفاة مرتبطة بتفشي وباء الكوليرا في حين بلغت الحالات المسجلة كحالات اشتباه بالإصابة أربعمائة ألف حالة لمضاعفة دعم المجتمع الدولي للإغاثة في اليمن جاء هذا البيان مذكرا بالمأساة الإنسانية التي تعيشها اليمن حيث وردت فيه معلومات توفيد بأن مرافق الصحة والمياه الحيوية التي أصيبت بالشلل خلقت ظروفا مثالية لانتشار الأمراض في حين أشاروا إلى أن أكثر من ثلاثين ألف عامل في مجال الصحة بلا رواتب منذ أكثر من عشرة أشهر على الرغم من الجهود الإغاثية للسلطات المحلية والمنظمة العاملة بدعم الوكالة الدولية التي استعرضها البيان إلا أن إصابة الآلاف بالمرض يوميا تبقي الوضع خطيرا وفي حال عدم الاستجابة فإن الكارثة لن تستمر في إزهاق الأرواح فقط بل ستترك آثارا وقيمة لسنوات قادمة